الحوار في الأسرة من الحقيقة أحب أبدأ بآية جميلة جداً بيقولها لنا كتاب مقدس في سفر الأمثال سحر 25 لما يتكلم على الكلمة ويقول كده آية حلوة وسهل إننا نحفظها يقول تفاح من زهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها قيمة الكلمة التي تصدر في وقت مناسب وبطريقة مناسبة في محلها لها قيمة كبيرة جداً يشير إليها كتاب بتفاح من زهب في مصوغ من فضة الحوار يا حبائي كما نعلم هو أحد العلامات المميزة والعلامات الفارقة التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات في العالم كله في الخليخة كلها لأنها تعبر عن قدرته على التحاور مع أخيه الإنسان يتحدث معه يتعرف عليه يتعرف يعرف خبرته يعرف شخصيته يعرف صفاته يعرف أفكاره يعرف اتجاهاته الحوار هو تقارب بين شخصيتين تقارب بين مجموعة أشخاص الحوار هو الإقتراب إلى الآخر أحد المفايلة سيفة قالك اعتباره لطيفة قال سأل تكلم حتى أراك مش حتى أسمعك عندما يتكلم الإنسان مع أخيه الإنسان يقدر يشوفه يشوف الإنسان يحس به يشعر ما بفي داخله من إيجابيات أو من اتفاقيات أو عدم اتفاقيات الحوار بيستعمل في كل أمور حياتنا في مجال الحياة العامة الطبيب مع المريض المحامي مع الموكل القاضي مع الأطراف دي نحن في كل الاتجاهات بدون استغراق في الأمثلة حتى في الكنيسة أباء الكنيسة بيديروا الكنيسة وبيقودوها في الطريق الروحي وطريق السماء بالحوار بنجد في مجمع مقدس بيتحاور مع بعضه بيقدم للكنيسة الطريق الروحي الإنجيلي كنسي الحوار على مستوى الخدمة على مستوى المخدمين على مستوى الخدام مع بعضهم على مستوى الأب الأسقف مع مجموعة الكهنة والخدام والدياكونيين اللي في البرشية نحن نحتاج للحوار باستمرار لتكون حياتنا الكنسية وحياتنا الروحية وحياتنا الأسرية وهي موضوعنا ناجحة الحوار هو أيضا وسيلة لمراقبة النفس أنا لما بأعرض أفكاري وغيري بأعرض أفكار وأحيانا بكتشف أن أفكار عندي خاطئة وغيرها يبقى أن أبرأي بنفسي من خلال حواري مع الآخرين الحوار أيضا وسيلة لمعرفة النفس أعرف ما بيداخلي وكشفه في النور قدام الله وقدام الآخرين فأقدر قيب نفسي الحوار هو وسيلة الاتصال بين المؤمنين مع بعضهم وبالأهم هو وسيلة الاتصال بين الإنسان والصلاة ما هي الصلاة هي صلة مع الله بتقوم عليه على أننا بمجد اسم ربنا بفتح قلب ربنا بشكر ربنا كل ده نوع من الحوار وبستمع لصوت ربنا أيضا من خلال الكتاب المقدس ومن خلال أباء الكنيسة وتعلمها الكنيسة حطت أحد أو الكتاب المقدس علمنا أحد أسرار الكنيسة وهو سر الأتوبة والأتراف من خلال الحوار يعترف الإنسان في حوار بينه وبين الله في حضور الأب الكاهن وبعدين يسمع صوت ربنا من خلال الإرشاد الحوار بيخلي الإنسان يتخلص من متاعب كتيرة زي احنا كلنا عارفين هي النموذج العظيم للقديس موسى الأسود الذي وقف وأدل بكل طرفات قلبه فتطهرت حياته واتكشف له قدام الأباء أن كل هذه الخطايا اتمسحت وراجعت صفحة حياته مرة أخرى ناصعة بيضاء طهرة الإنسان هو مخلوق اجتماعي وبطبع ويتعامل مع الآخرين من خلال الحوار الله ذاته عندما خلق آدم الله خلق آدم بكلماته لأنه صنع العالمين بكلماته وكلماته هو اللغص هو عقل الله الناطق أو النطق والله العاقل كلنا نعلم هذه الحقيقة اللهوتية والألا الله خلق الكون كله من خلال الحوار نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا نعمل الحوار والمناجاه في السلوس القدوس الآب والابن والروح القدس والله حدد علاقته مع آدم من خلال الحوار من جميع شجر الجنة تأكل معادة شجرة معرفة الخير والشر ولما أخطأ قال له آدم آدم أين أنت قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت وقال له من أعلمك إنك عريان هل أكلت من الشجر التي أوصيتك اللي تأكل منها يا رب هل أنت كنت محتاج للحوار الله يريد أن يعلمنا أن الحوار أساسي في حياتنا وآدم رد عليه قال له المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني ومرأة والحية غراتني الحوار ده كله واضح جدا السيد المسيح له المجد أعطانا أمثلة عظيمة للحوار الحوار الفردي والحوار الجماعي الحوار الجماعي من خلال حواراته أو عزاته التي ألقاها على الشعب من خلال الحواراته مع الكتب والفرسيون لما كانوا يجي تنقشوا معاه ويسألوا أسئلة ويرد عليهم السيد المسيح تحاور مع تلاميذ وأيضا في إنجيل يوحنى الصحاح الأول منشوف حوار المسيح وكلامه مع فلوبوس ومع سمعان بطرس ومع ناس نائيل واندراوس مع الكتب والفرسيين في إنجيل يوحنى في حوار الرب مع نيقودموس ومع المرأة الخاطئة ومع المرأة السامرية مع المولود أعمى مع زكى العشار لما نتجول في الكتاب مقدس نجد حوارات كثيرة الحوار بيوجد نوع من التقارب وبيوجد نوع من الدفء العاطفي والروحي والنفسي بين أفراد الأسرة ولازم يبدأ بالزوجين الحوار بيفتح القلوب وبيزيل حواجز نفسية كثيرة جدا بين البشر حتى لو كان الحوار فيه إتاب أو فيه اختلاف في الرأي أو فيه مناشا أو كل ده بيزيل الحواجز وبيجعل كل إنسان ينفتح للآخر الحوار هو الحديث الودود بين أفراد الأسرة بأسلوب هادي للتفاهم في أمور حياتهم للتبادل وجهات النظر في أمر من الأمور أو اتخاذ قرار في أمر معين الحوار أيضا هو علامة على التسامح واستعداد كل طرف عن أنه يتنازع عن أفكاره من أجل أنه يسعد الآخر واستعداد كل طرف أنه يبزل من الآخر كما بزل الله من أجلنا وكما أعطانا الله الأعتراف أيضا بيسعدنا على التسامح وعلى التغاضي عن أخطاء كثيرة لكي نستطيع معا أن نبني مستقبل مشترك بإيجابيات كثيرة فليكن لنا مبدأ الحوار الدائم في الأسرة والإلهنا المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر